وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال صلة وهذا من معلقات البخاري عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ويوم الشك هو اليوم الذي يطلب الناس فيه رؤية الهلال ثم لا يرونه لوجود مانع من الرؤية يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا طلب الناس الهلال ليلته وحيل بينهم وبينه بمانع أما إذا طلبوه ولم يروا طلعوا ولا في قتر ولا في سحاب والجو صافي ولم يروا الهلال فهذا لا يسمى يوم الشك لأن هذا من شعبان يقينا أو غالبا غالب الظن أو اليقين فالشهر إما تسعة وعشرون وإما ثلاثون إذن يوم الشك الذي نهي عن صيامه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر ضبط هذا لأنه يلتبس عن ناس ما هو يوم الشك بعد الناس يظن يوم الثلاثين من شعبان مطلقا هو يوم الشك وليس كذلك طيب هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف يطول ذكره في معنى النهي هل هو نهي للتحريم هل هو نهي للقراهة والأحوال التي جاء فيها أنه يجوز صومه وما إلى ذلك من الخلاف شكرا